أبو عبد الله مباراة أكيد مهمة لمنتخبنا السعودي أمام تيلاند أكيد أنها مرحلة مهمة إحنا مشتاقين للبطولات الكبيرة وودنا سراحة يعني نرجع للواجهة من جديد طبعا عبد الله كل ما في البطولة مهم جدا يعني هي بطولة آسيا فهي من الأهمية بحيث أن تعود لأن تكون بطل قارة وإن على المستوى الأولمبي هي مهمة باعتبارها مؤهلة لأولمبياد ريودي جانيرو أنت تبحث عن إحدى بطاقات التأهل الثلاث هي مهمة من أجل بالفعل استعادة الحضور السعودي في المشهد القاري وبالتالي مباراة تايلاند يفترض أن تكون هي بداية الانطلاق مجموعة ليست سهلة نتكلم عن منتخبات مثل اليابان كوريا الشمالية بالإضافة إلى تايلاند أعتقد العبور للدور الثاني سيكون محفز أكبر لمواصلة المشوار صحيح منتخبنا لم يكن إعداده بذلك الإعداد قياسا بالمنتخبات الثانية هي 11 يوم فقط مدة المعسكر الأخير لكن أيضا سبق مشاركة في بطولة غرب آسيا في الدوحة وإن لم يكتمل عناصر الفريق ولكن أعتقد أنه بالأسماء الموجودة نحن نتكلم عن غالبية الأسماء هي عناصر أساسية في أنديتها في دوري عبداللطيف جميل وبالتالي أنا متفائل جدا على الأقل أن نذهب إلى نصف النهائي ومن ثم نحوز على إحدى بطاقات التأهل والأهم هو العبور للأولمبياد عندي أنا أهم من الكاس والعبور للأولمبياد بالطبع طيب أبو محمد إيش وضعنا إحنا في هالمجموعة يعني بعيد عن مباراة تايلند إن شاء الله تكون سهلة لكن قدام اليابان وكوريا الشمالية كيف هي حظوظنا؟ ما نقدر نجزم أنه سهلة مباراة تايلند لأنه في الأخير أنت ما أنت عارف بالكامل إيش قدرات المنتخب التايلندي إحنا نعرف أنه منتخبات شرق آسيا تطورت بشكل كبير ما يعني يمكن المطلع عن قرب المنتخبات المشاركة مع المجموعة ترى كلها استعدت في شكل ممتاز جدا لكن في نقطة مهمة أنا بالطريقة لأنه الكل يتكلم عن قصر فترة أعداد المنتخب السعودي 11 يوم بين أسكر جبل علي وبين الانتقال الآن إلى الدوحة ترى أنت لما تتكلم عن لاعبين محترفين يعني نفترض الآن تتكلم عن لاعبين محترفين يمكن 80% من اللاعبين المجيدين في المنتخب السعودي حالي كلهم لاعبين محترفين في أربعة منهم مشاركوا في طورة كاس العالم اللي كانت في ليكوادور أعتقد أن الأسماء الموجودة كلها تمرت مع مدربين كبار جدا مدربين الصف الأول في الدول السعودي يعني ما يحتاجون إلى كثير أنه تتعلمهم لما نحن نتكلم عن مأسكرات طويلة نتكلم عن لاعبين المراحل السنية الناشئين والشباب يحتاجون إلى أسس كرة القدم التمرير التمركز لا أنت الآن جايك لاعب شبه جاهز أي شيء اللي يفرق معه يفرق معه التوظيف داخل أرض الملعب وخطة المدرب لكل مباراة على حده هذه المدرب اللي هولندي كوستر أعتقد أنه هذه مهمة رئيسية عنده لاعبين جاهزين تتكلم عن بصاص عن فهد المولد عن كنو عن فتاح سيري عن عبد الرحمن الغام دي أسماع كثيرة يعني جميعهم مهيئين أنه يكونوا النجوم في الدور السعودي وهم نجوم أصلا نجوم مع الفريق الأول ما بالك مع المنتخب الأولمبي لكن الخطوة الأولى مباراة المنتخب التايلندي غدا هي مفتاح الوصول بإذن الله تعالى إلى الأدوار متقدمة في هذه البطولة ومن ثم التوجه إلى طبعاً اللي هو الهيدو جانيرو في البرازيل بإذن الله تعالى الأولمبياد الهيدو جانيرو بعد إن شاء الله تكون حققناً مطلوب منا في هذه البطولة أنا أرى أنه لا يمكن أن نجمع البطولة في وقت واحد حتى نأخذها يعني بشكل منفصل نركز على أن نحن في هذه البطولة نستمر بشكل ممتاز نحقق نتائج إيجابية يعني لما تتكلم عن 11 لاعب داخل أرض الملعب ترى من الفريق الياباني ما هو جاي من المريخ يعني ممكن يكون عنده لاعبين مهارة مسعيد بشكل أكبر تحضير بشكل أكبر لكن فالأخير مو المنتخب اللي فارق عنك يعني عشان نجزم إنه أفضل منك ونحبط اللاعبين ونحبط الجماهير قبل ما تبدأ البطولة لأنه أفضل منك بكثير وهزيمتك سهلة لا نحن نشاهدنا اليوم منتخب القطري الأولمبي حقق نتيجة إيجابية من منتخب الصيني فاتب الثلاثة أهداف ونتكلم عن فريق من غرب آسيا ومنتخب من شرق آسيا لأن الفروقات كانت الصالحة غرب آسيا إذن ليه نحن ما تكون الفروقات أيضا في مجموعة للصالحة غرب آسيا اللي هو المنتخب السعودي صحيح ثلاثة منتخبات معنا من شرق القارة لكوريا الشمالية واليابان وتايلند لكن أنا أراهن على هذه الأثماء الموجودة أراهن على العمل الإداري القائم خلال الفترة الماضية أراهن على الروح المعنوية اللي شاهدناها في المعسكر شاهدناها في التدريبات لأنه تنعكس على عداء اللاعبين داخل أرض الملعب طيح أنا صراحة كنت متفائل كثير قبل مداخلة صالح أبو نخاع المشرف على المنتخب السعودي أمس بعد مداخلته ما صرت متفائل لأنه كثرة مبررات كثرة مبررات استعداد نجامة آخر لعبتنا الأندية تبغى لعبتها هذا كل يضر في المنتخب السعودي خصوصا إذا كان قبل ساعات من أول مباراة